السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول لعدادي النهاردة بإذن الله هنبدأ بقى في الواحدة التانية اللي هي الأخطار الطبيعية والبيئية وهناخد أول درس وهو أخطار من باطن الأرض بس الأول كده عايزيني يعرف يعني أصل الخطر طبيعي الخطر الطبيعي هو ضمار كبير بيحصل بسبب طبيعي بسبب طبيعي يعني الإنسان لا تدخلش فيه بالضبط طيب قال لي أنه ضمار كبير بيحصل بسبب طبيعي الإنسان ملهوش دخل فيه طيب يا ترى هو الخطر الكبير أو الدمار الكبير اللي بيحصل ده بيبقى فيه خسائر أكيد طبعا بيقولك دمار بيكون فيه خسائر كبيرة في الممتلكات والبشر ده يعني أو ده تعريف الخطر الطبيعي تمام إن شاء الله هناخد في الواحدة دي أخطار من باطن الأرض وأخطار المياه والرياح والأخطار البيئي نبدأ عندنا بإذن الله كدف أخطار من باطن الأرض الإنسان فاكر أن الأرض اللي هو عايش عليها دي صلبة ومستقرة ما فيش أي ظواهر بتحصل فيها بس ظاهرتين الزلازل البراكين بيثبتوا حكس ده طيب يعني إيه زلازل؟ بص كل أو الزلزال ده بيحصل ازاي؟ لكل زلزال مركز بتبدأ منه الهزات وبتبدأ تنتشر لجميع الاتجاهات أفكيا ودرقصيا أفكيا يبقى لكل زلزال مركز بتبدأ منه الهزات وبتنتشر لجميع الاتجاهات أفكيا تمام؟ طب هو اللي بيحصل الزلزال؟ قال إن أنا عندي أسباب حدوث الزلزال هو بيكون في ضغط كبير على الكشرة الأرضية بيؤدي لتشككها وتصدعها انزلاق صخور الكشرة الأرضية فوق بعضها قال إنزلاق صخور الكشرة الأرضية فوق بعضها ده بيسبب عندي حاجة؟ قال لي إنه بيسبب عندي احتكاك على طول الخط الصدع طب يعني إيه صدع أصلا؟ الصدع دوت هو إنكسار وضعف في الكشرة الأرضية طيب آخر سبب عندي هو تحرك المواد المنصهرة في باطن الأرض طب يا ترى هو أنا في عندي حاجة بقدة رئيس بها شدة الزلزال؟ قال لي آه طبعا قال إن شدة الزلزال بتقاس بعدة مقاييس بس أشهرها هو مكسر اختر طيب بيعمل إيه مكسر اختر ده؟ بيصنف الزلازل أو بيقيس درجة قوة الزلزال وبيصنف الزلازل على حسب قوتها طب إيه هي قوة الزلازل عندي؟ فيه زلزال ضعيف، زلزال قوي، ومدمر، وشديد التدمير تمام؟ طب ما أنا في عندي مناطق حدوث الزلازل؟ أو في مناطق بيحصل فيها زلازل كتير جدا؟ آه، طيب، إيه هي المناطق دي؟ قل إن أنا عند المناطق اللي بيكسر فيها حدوث الزلازل هي منطقة بتحيط بصباح للمحيط الهندي، غرب الأمريكتين، وشرق قرة أسيا المنطقة الثانية، منطقة بتمتد على طول السلاسل الجبلية اللي التوقية في القرتين، أسيا وأوروبا، المنطقة الثالثة وهي مناطق ممتدة مع الأخديد مثل الأخدود الإفريقية العظيمة طيب، هل الزلازل دي بيكون لها أثار؟ أكيد، إيه الأثار المدمرة النتجة عن حدوث الزلازل؟ هل الزلازل؟ الأثار المدمرة النتجة عن حدوث الزلازل هو كما نرى قدامنا، يحدث تشكك وإنكسار في سطح الكشة الأرضية يؤدي لتدمير المدن والطرق الكباري هي المدن والطرق الكباري لما تتدمر، يحدث عندي تعطل في حركة المرور والسكك الحديدية ويحدث عندي موجات بحرية زلزلية ارتفاعها بيصل أو بيصل لثلاثين متر في سطح البعر ليه اسم بتتعرف به؟ أوه، بتعرف اسم توسونامي طب النتائج لترتبط على حدوث الموجات البحرية الزلزلية الشديدة قال لي، واحد، تجريف رمال الشواطئ، اثنين، اقتلاع الأشجار، ثلاثة، تدمير المدن السحلية بأكملها لما يحدث زلزل في إرشادات أو سلوكيات المفروض أن أعملها أو أسلوب التعامل مع حدوث الزلزل، أكيد أول شيء، أنك لا تستخدم المصاعد عدم انتزاحهم في الخروج من المباني الإتعاد عن النوافذ، إطفاء المصابيح، الجلوس أسفل من ددا داخل المسكنة هذا هو الزلزل، كلام جميل، البراكين كيف تحصل البراكين؟ قال لي أن أسباب حدوث البراكين عندي وجود مناطق ضعف في الكشرة الأرضية أثنين يقول لي، تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها ونفذها من منطقة الضعف الموجودة في الكشرة الأرضية كما قلنا أن هناك أماكن بيكسر فيها الزلزل، هناك أماكن بيكسر فيها البراكين ما هي مناطق حدوث البراكين؟ حفات أحواض البحار والمحيطات العميقة أو بالقرب منها النطاق الذي يحيد بسواحل المحيط الهادي وليه اسم يعرف بحلقة النار يتركز فيه حوالي أو أكثر من 75% من براكين العالم النشطة النطاق الذي يكون موجود فيه المحيط الهادي نفسه ومنه جزر هواي النطاق الذي يمتد في جنوب كرة أوروبا على البحر المتوسط والجزر المجوهة مناطق الضعف في الكشرة الأرضية مثل النطاق الشرقي من كرة أفريقيا حيث الأغدود الأفريقي العظيم هل هناك أثار نتيجة عن حدوث البراكين؟ أه أثار سلبية كلها صح؟ لا طبعا قال إن أنا عندي أثار سلبية وأثار إيجابية إذا هل هناك أثار إيجابية للبراكين؟ سنرى دلوقتي الأثار السلبية هو تدمير الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية تلوث مصادر المياه السطحية تدمير المباني والمنشآت الإضرار بصحة الإنسان والحيوان بعد كل هذا وفيه أثار إيجابية أهيوة الأثار الإيجابية عندي هي الجزر البركانية والهضاب البركانية زيادة خصوبة تربة الأراضي اللي هي قريبة من البركان وبكده نكون خلصنا درس أخطار من باطن الأرض وإن شاء الله المرة الجاية نأخد أخطار المياه والرياح أتمنى تكونوا استفدتوا كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته